اشتركوا في القناة وعايز يأكلوا وبيفكر ان هو يهرب منه ومش عارف فالوحش العملاق بيجري وراه فبيضطر ان هو ينط من فوق الجبل وبيقول بقى زي ما تيجي تيجي والوحش خلاص اول ووصل ولقى كمبا نط من فوق الجبل قال خلاص دا استحالة يعيش مرة تانية لان النط دي عالية جدا انا لازم اروح ادور على حد تاني اكله بقى وبعد ما مشي كمبا فضل طاير في الهوى يا طرح هيعيش ولا هيموت وتعلق في الجبل دا وفضل يقول الحقون انكزون انكزوني حد يشوفني يا طرح حد هينكزه هنا بقى النط دي جات على جبل فوق الاسد سيمبا في الغابة بتاعته فمن حصن حظه ان الاسد سيمبا كان واقف تحته وشافه وقرر ان هو يروح ينكزه علشان هو شجاعه واي حد بيشوفه محتاج مساعدة بيساعده فراح له بسرعة وقال له هات ايدك يا حبيبي ومدي له ايده وطلعه وانقذه بكل شجاعة اما هنا بقى الوحش العملاق دا راح الغابة لجنب الغابة بتاعت كيمبا وراح وقال انا خلاص خلصت على الحيوانات كلها وكلتها وماعنتش لاي حيوانات يا اما هربوا يا اما خلصوا بس انا مش هطلع كده بسهولة انا لازم انتقم من اي حيوان لسه مستخبي انا هارمي كرات النار انا عندي قوة النار فالنار دي هتسيح كل الجليد دا ساعتها كل الحيوانات اللي مستخبية والشاقية اللي عملة نفسها هتهرب مني ساعتها بقى تغرق وتموت وعمال يرمي في كرات النار في كل حتة وانتو عارفين ان الجليد هيسيح من النار وابتدت الغابة تغرق وحدة وحدة ويالتها بس كده دا حصل فيها فايدان كبير يطرى حد هينجوا منه دا اللي هتعرفوا لما تكملوا الفيديو للنهاية اما هنا بقى بنشوف الاسد الكبير ووصل الغابة كان في مشوار ورجع لقى الغابة كلها بتغرق قال يا خبر يا خبر دا ابني موجود في الغابة يطرى حصله ايه انا لازم ادور عليه هي الجبال ايه اللي خلها تسيح كده جبال الجليد ومشي وهو زعلان جدا علشان يدور على ابنه وهنا بقى كل حيوانات الغابة عملا تجري من الفيضان كانوا مستخبين كلهم من الوحش العملاق ولما الفيضان جه الغابة طلعوا كلهم علشان يهربوا يطرى ايه اللي هيحصل لهم هيعيشوا ولا هيموتوا قولي بقى انت ايه اللي خلاك تطلع على الجبل كده وكنت هتقع اولا انا حابب اشكرك علشان انقصت حياتي ثانيا حابب اقولك ان انا مطلعتش بمزاجي انا كنت بجري من الوحش العملاق اللي هجم على غابتنا انا جاي من الغابة الشرقية جاي جاري في الهوى لحد ملحقت الجبل اللي في الغابة الغربية بتاعتكم دي بس كنت هقع وقلولك انت انقصت حياتي انا كان زماني مد دلوقتي انا متشكر خالص ياه ده انت قصتك صعبة جدا انت اسمك ايه انا اسمي سنبا وانا اسمي كنبا ولولا باباك الشجاع ما كنتش عايش لحد دلوقتي وهنا بالاسد الكبير بيحاول يقنع كنبا ان هو يرجع تاني الغابة بتاعته فبيقول له لا ده انا مش هرجع الغابة بتاعتي زمان فيها الوحش العملاق وبيأكل كل اللي فيها فانا مش عايز ارجع قال له لا لازم تتعلم الشجاعة لازم تتعلم تواجه لازم تتعلم علشان تعيش في ارضك بامان وسلام يبقى لازم تواجه يا كنبا يلا تعال معايا وانا هواجه معاك الخطر وهعلمك الشجاعة ومن هنا كنبا اقتنع وروح معاه علشان يوصل تاني الغابة بتاعته فاول ما بيوصلوا لحد الغابة بيلقوا فيها فياضان كبير وبيقول له ايه ده يا كنبا هي دي الغابة بتاعتك قال له ايوة دي فيها فياضان كبير اكيد الجليد اللي جنبنا هو اللي ساح وعمل كل الفياضان ده قال له ايوة طبعا يبقى الحمد لله انك نجيت منها وخرجت وجيت لنا بالسلامة قال له بس بابا لسه في الغابة انا استحالة سيب بابا انا لازم اروح لبابا قال له خلاص يا حبيبي تعال اما نروح من الجهة التانية اكيد الفيضان هيبقى فيها اقل شوية وتعالى ندور على باباك وننقذه قال له متشكر جدا يا اسد سيمبا انت فعلا اسد شجاع زاعدني زاعدني علشان انقذ بابا ايوة صح ده باباك هناك ينهر ابيض هنعمل ايه دلوقتي طيب تعالى معايا تعالى معايا ما نروح لهم بس بلاش من الجهة دي علشان الجهة دي فيها فيضان كتير ممكن نروح من جهة تانية وهنا بقى بنلاقي الاسد الكبير عائم جوه المية وبيدور على ابنه وكل الحيوانات ماتت وعمالة عون فوق المية وهي ميتة وخلاص مفيش حد هينجو من الفائدان حتى الاسد الكبير بيعافر علشان يعيش علشان ينقذ ابنه ومازال مصمم انه هو يعيش ويقاوم علشان يلاقي ابنه جوه المية فقرر انه هو يروح يدور عليه في حتة تانية وزعلان جدا علشان هو مش هيلاقيه مايقدرش يعيش من غير ابنه ومشي جوه المية علشان يدور على ابنه وهنا بقى لسه الوحش العملاق مكمل في الغابة فوصل هنا الاسد ده لحد الوحش ده وقال له اكيد انت يا وحش عملاق اللي مخللنا الجليد ده يسيح اكيد انت السبب في كل حاجة انا لازم اقضي عليك قال له ايه ده انت اسد كمان ده انا كنت بجري الصبح ورا واحد زيك بس صغير انت بقى ابوه الكبير ده انا حظي حلوة اوي تعالى بقى مكلك طالهم انا ما عرفتش اكل ابنك الصغير هاكلك انت كمان فمجرد ما الاسد الكبير سمع الكلام ده قرر انه هو انتقم لابنه وقال له هو انت السبب اللي خليت ابني يهرب من الغابة يعني ابني مش موجود في الغابة قال له ابنك ابنك نط من فوق الجبل علشان كان بيجري مني واحبسك انت كمان في القفص ده علشان اكلك ومجرد ما هو حبسه اللي اكنبا جاي هو والاسد سمبا الشجاع اللي جاي يوصله للغابة وبعدين طلعوه بدربة واحدة من جوه القفص وقضوا على الوحش العملاق وهناك الاسد الكبير طلع وهو مبسوط جدا ومش مصدق عينيه ان ابنه لسه عايش وكمان نعا اسد كده شجاع وبيحميه وهو اللي انقذه من الوحش العملاق فقال له متشكر جدا انك رجعت لابني فالاسد كمبا بيقول له ده الاسد الشجاع سمبا اللي انقذني من الوحش قبل كده يا بابا وقعدوا يشكروه علشان هو اللي كان السبب متشكر خالص يا اسد سمبا انك انقذت حياة ابني وكمان انقذت حياتي وكمان انقذت حياة الغابة كلها لما قضيت على الوحش العملاق الشكر لله لازم نتعلم درس مهم جدا ان احنا لازم ندافع عن ارضنا مهما كان التمن ما نسيبهاش ونجري ونستخبه صح يا كمبا؟ صح يا اسد سمبا واذا اعجبكم الفيديو ده يا اصحابي ما تنسوش تعملنا لايك واشتراك في قناتنا تلخيص بوم وكمان تفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد